اهلا وسهلا بحضرتكم عايزة اخدكم في هذه الفقرة ونروح الى الاردن الشقيق ومهرجان جرش للموسيقى هذا المهرجان تاريخ كبير وعظيم والمدينة المنطقة بتاعت جرش نفسها جميلة من الاثار والجمال يعني يمكن كان لها الشرف ان يروح اكثر من مرة مع برنامج كمان بيت للكل اللي كان بيهتم طبعا لانه الشقيقة الاردن طبعا موجودة في هذا البرنامج وكان عندنا الحقيقة فرصة ان احنا نتعرف على كل المجريات الهامة مجهود كبير بيبزل في هذا المهرجان فرق ومسرحية وفرق ايضا عربية وتراث وغنى وحال كبير جدا تفاصيله ايه السنة دي اهم شيء بالنسبة لنا ان مصر هي ضيفة الشرف في هذا المهرجان هعرف مزيد من التفاصيل مع الاستاذ ايمان سماوي رئيس مهرجان جرش للموسيقى مساء الخير استاذ ايمان مساء الخير ستي يعني نلتقي الان في القاهرة عادة نلتقي معا في الاردن نعم بعمل نعم بعمل يا ميت اهلا وسهلا طيب انت الان موجود في القاهرة تقريبا قبل شهر وايام من المهرجان صحيح المهرجان السنة دي يكلمني عليه وقصة بانه مصر هي الدولة دولة الشرف في المهرجان اولا المساء الخير لحضرتك وللقناة الاولى ولكل اهلنا بمصر واهلنا بالاردن لكل المتابعين برنامجك يعني الكل بيتعبى وبعرف محتوى هذا العام يعني نحن نحتفل منذ بداية العام وسنستمر بالاحتفال نحن نحتفل بعرس الحسين طبعا ولي العهد وستستمر وستستمر انشاء الله الافراح حتى بمهرجان جرش مهرجان جرش لهذا العام هناك يعني تنوع كبير بالبرامج التي سيتطرح بالمهرجان نتحدث عن سينما ننمر نتحدث عن المصرح نتحدث عن الموسيقى عن الغناء بتشكيلات مختلفة نتحدث عن نجوم نتحدث عن فرق جماعية فرق أجنبية فرق عربية نتحدث عن الشعر عن الدراما. نتحدث عن ندوات لدراما. ندوات سياسية. نتحدث عن أدب الشعبي. نتحدث عن شعراء من دول عربية. من دول أجنبية. لأن حالة ثقافية عظيمة. نحن نتحدث عن مجموعة 430 فعالية فنية وثقافية. ستقام 430. 430. وهذا يعني أعتقد. نحن نتحدث عن أرقام مجرد. لا. هي كلها ذات محتوى وذات هدف. وكلها ذات رسائل من حاول أن نوصل ثقافتنا وتراثنا وموروثنا الثقافي لكل العالم. إذن أن نستفيد من خلال تواجهة هؤلاء الناس في عمان. من تراثهم ومن موروثهم. مصر هي ضيفة الشرف. نعم. لأن مصر أنا أعتقد تستحق لأسباب كثر. أولا. علاقتنا التاريخية هي العلاقة الأردنية المصرية. هي علاقة على مستوى عالي. العلاقة الثقافية هي علاقة دائما علاقة تبادلية. نجد مصر دائما تشارك معنا في كل احتفالاتنا بموضوع الثقافة. ونحن أيضا نكون موجودين. في أول مرة ضيفة الشرف. أول مرة كل دولة هي ضيفة شرف للمهرجان. عندما فكرنا بذلك أنا ومعالي وزيرت الثقافة معالي حفاء النجار. فمباشرة كان اختيار لمصر. وتحدثنا مع معالي دكتورة نيفين الكلاني بافتتاح مصرية. بافتتاح معرض الكتاب. رحب الترحيب الشديد. ومنذ ذلك كانت الأردن هي ضيفة شرف في مهرجان. ومنذ ذلك اليوم نحن نجهز ونحضر. وأعتقد سنقدم إن شاء الله هذا النموذج بشكل أولا يليق بمصر ويليق أيضا بمهرجان جرش وبمكانته. إن شاء الله. يمكن وحضرتك بتكلمني الصورة عليها بعض الفعاليات من المهرجانات السابقة بما يكون مهرجان العام الماضية. ما هو الجديد هذا العام؟ يعني أقول لي بعض الأسماء اللي حتكون موجودة في عالم الغناء على مسارح جرش يعني لأنه بتالي يعني خياة نشرح للناس إنه جرش فيها أكثر من مسرح طبعا مسارح رئيسية كبيرة نحن نتحدث عن مسارح المدينة الأثرية هي مسرح الجنوبي والمسرح الشمالي مسرح الساحة الرئيسية مسرح أرتمس مسرح الصوت بضوء ونتحدث عن مسرح بعماء المركز المغرق والمفتوح المسرح الدائري ونتحدث عن مسرح البوليفارد والبوليفارد هو مجمع يعني اقتصادي كبير نقيم فيه فعاليات جاذبة للرواد لهذا المكان أيضا بالإضافة لأوديون اللي هو موجود في وسط البلد اللي هي بالعمان القديمة في كل هذه المسارح موجودة بالإضافة لأنه البرامج التقافية يتم توزيحها لأكثر من مدينة بالزرقاء وبعمان وبمؤسسة عبد الحميد الشمان شركان في البرنامج التقافي بالإضافة لأربد الكراك يعني انتدادها من الجنوب إلى الشمال الشمال وكأن عمين كلها بتحتفل نعم نربط للقرس بالضبط هلا المواد مختلفة تماما يعني حاولنا عندما نضع البرنامج يعني أن نرضي أولا كل الأضواق وكل الفئات يعني الطفل له حصة الشيخ له حصة كبير السن له حصة كل الفنون كمان نتحدث مثل متحدثنا بالبداية بنحكي عن عن مصرح بنحكي عن أفلام سينمائية قصيرة بنحكي عن برامج ثقافية مختلفة نجوم هذا العام من مصر عندنا الأستاذ هاني شاكر طبعا والأستاذ حمد شيبة عندنا مروى ناجي عندنا وسط البلد عندنا النفيخة عندنا طبلة السكت يعني تنوع يعني فيه فرق وفيه اسم كبير وفيه وسط البلد طبعا وفيه فرقة وشيبة سعبي ومروى ناجي صوت الأوبرا بالضبط ووسط البلد ومووين يعني فرق جميلة جدا وأيضا هناك نجوم عرب أيضا مشاركين عندنا بالإضافة لنجوم الأردنيين عندنا الأستاذ أمار عبداللات ديانا كارزون لداء شرارة هانيم التواسي جهاد سركيس وسام جبور حمد المنصير زين عوض مكاد النحاز غد عباسي يعني أسماء كلها نحضر أتذكر الأسماء كلها وعندنا نجوم عرب أيضا مشاركين نتحدث عن جورج رسوف نتحدث عن نجبة كرم نتحدث عن والكفوري عن راغب علامة عن صابر رباعي عن خارد عبد الرحمن هذا في يعني مهاجلنا غناء جبير يعني عظيم آآ سنحاول إن شاء الله أن تكون هذا إضافة أيضا بهذا المستوى من الفنانين لأنه جرش يعني يستحق أن يسعد على مسارح جرش هو الفنان القادر الفنان القوي والصوت الحلو هو اللي يستحق أن يقف على مهرجان جرش خلينا نقدم لحضرتك التحية بطريقتنا خلينا كده نرحب على الصوت الجميل اللي حينورنا ويشرفنا في مهرجان جرش الصوت المطربة الجميلة يعني طول الوقت بتشتغل على نفسها بتعمل شغول حلو مشرفانا في كل مكان المطربة مروة ناجي مساء الخير يا مروة مساء الفن يا شافتي مساء الخير مساء الخير مساء الخير يا مروة أفتب أي من إزاي حضرتك إزايك تمامي خليكي مروة حتغني في مهرجان جرش ومصر هي ضيفة الشرف في هذا المهرجان يعني إحساسك إيه بقى أو أنت أول مرة حتقفي على يعني مسرح أو مسارح مهرجان جرش هي أول مرة وشرف لأي فنان على مستوى العالم العربي أنه هو يكون متواجب في مهرجان جرش لأن مهرجان جرش يعني عبر كل دوراته أصبح من أهم المهرجانات العربية على مستوى العالم العربي فشرف لأي فنان عربي أنه هو يشارك فيه وأنا فخورة وسعيدة أن أنا كمطرية بشارك وبشكر أستاذ أيمن على الفرصة الحلوة اللي هو أتحلي أن أنا أكون مشاركة سنادي إن شاء الله في المهرجان إن شاء الله وأنا متأكدة أن أنت دايما في كل يعني مهرجان أو في كل مكان بتكوني موجودة فيه بتعملي كمان يعني تنوع غنائي مختلف يعني اسمحيي بس فضل أوش مروة مساء الخير مساء الخير أي مروة أنت يعني الصوت يستحق أن يقدم على أهم مسارح الغناء العربي ليس فقط عمهرجان جرش أنت تمتلكين يعني تمتلك صوت يعني رهيب صوت مهم وأيضا أنت شخصية محترمة وأعتقد يعني لازلتي يعني يجب أن نعطيك حقك أكثر لأنه هذا الصوت يعني يستحق أكثر دعما من ذلك فإن شاء الله إحنا المستناكي بحفلة أطلقنا عليها اسم ليلة غناء الزمن الجميل وأنا متأكد أن مروة بهذه ستمتلك هذا المسرح وستقدم أفضل ما يكون يعني شهادة غالية وأشكرك على سوق الغالية دي ويا رب دايما أكون عند حصن ظن حضرتك وحصن ظن كل الجمهور إن شاء الله أكيد يا مروة وأحنا أكيد هنكون موجودين معاك بالصوت والصورة وإن شاء الله ننقل كل هذه الاحتفالية الحلوة بإذن الله هتشرفونا مطربين المصريين وبشكرك يا مروة ودايما للأمام متشكة مرسي يا شافكي مرسي كل الشكر كل الشكر مرسي مرسي على ذلك واهتمامك مطربة يعني الشطرة جدا مروة دايما صوت جميل صوت جدا جميل صحيح طيب هنرجع بقى تاني هذا المهرجان بيتم العداد عليه بشكل ازاي يعني بيتم الفكرة السنة اللي فاتت مثلا خلينا ناخد ده بعد فاصل قصير أستأذنك يعني بعد فاصل قصير لأنه العام الماضي الحقيقة كان عندنا برضو من مصر في الافتتاح وقل الفشني كان موجود الحقيقة لكن دايما بيبقى عندهم فكرة يعني كان عندهم السردية الأردنية كانت حالة حلوة قوي الحقيقة هنعود ونستكمل مزيد من التفاصيل مهرجان جرش مصر هي الدولة ضيفة الشرف بإذن الله يوم 26 سبعة في الأردن في جرش نعود بعد فاصل قصير أهلا بحضراتكم ثم مرة ثانية ضيفي الأستاذ أيمن سماوي رئيس مهرجان جرش للموسيقى العمل بيبدأ على تحضير المهرجان بقى طول السنة بتعودوا وتفكروا إيه اللي هيحصل احتفال افتتاح سنة الفاتت كان رائع كان بيحكي قصة الأردن وكان جميل بشكل غنائي يعني السنة دي فيه أفكار مختلفة؟ آه طبعا بالتأكيد آه التحديد على مدار العام يعني اعتقدوا ومن يسأل ولك أخي يعني إيش بهم عشر دقائق من خلص الشغل لا يعني أنا بكون في عندي ألف ضيف بمهرجان جرش هذا العام يعني هذا بده جهد مش طبيعي طبعا وأنا بحكي عن ألف ضيف غير المشاركي الأردنيين بحكي عن 2800 مشارك بالمهرجان منحكي عن 340 فرق فرق كمان غنائية وشعاطية منحكي عن جهد كبير التحضير بتم أنا شخصيا يعني ببدأ أجهز للمهرجان القادم من شهار 9 مثلا هلا فيه مسببات أولا أنا بهاي الفترة بقدر أختار براحة التوقيتات التي تناسب الفنانين لما تفاوض محمد بكرا أما لما جاء آخر التفاوض شهر 6 أو 5 طبعا لازم نبذرية نستبع عارف المعيد خاصة منحكي عن الصيف فبالتالي التحضير بتم على العام بالكامل وبالمرحلة الأخيرة يعني هلا الشهر هذا مثل ما بيحكوا إحنا بالتشطبات يعني بالأشياء اللي هون هي أحلى هيك أحلى يعني بنعمل الأشياء بشكلها النهائي لكن كل الأشياء هي منتهية ومنظمة مية بالمية من أتلات للحركة للطيران للإقامة للمواصلات الداخلية للمسارع الجاهزة الآن يعني باستطيع بأي لحظة أنه أنا أقدر خلال أسبوع أقدر أقيم المهرجان الافتتاح هذا العام يعني سيكون بافتتاح مختلف أنا أعتقد سيكون من أهم الافتتاحات لأنه سيحكي عن سردية جرش المدينة نفسها مدينة جرش نفسها مدينة جرش هذه المدينة يعني قديش مر عليها حضرات مدينة مليئة يقال يعني أنها حتى عمدتها بعدد يعني هذه المدينة سنتحدث عن سردية الغناء اللي تم فيها منذ وإلى ما بدي أحرق القصة بس هي رح يكون ابتتاح عظيم رح يكون لايف يعني هتكون حكاية الغناء وحكاية المدينة في سرد رش رح يكون طبعا هو بي كتب النص للكاتب الأردن مفرح الأدوان واللي عم بلحن الأستاذ دلالة أبو الراغب واللي عم بيصمم بالرقصات دينا قمحاوي من أهم الناس بالإضافة لأستاذ لينة التل عم تخرج هذا العمل أعتقد بمشاركة حوالي 100 شخص سيشاركوا بحفة الاشتتاح أعتقد سنقدم نموذج مهم مليء بالمواد يعني مليء بالمحتوى وأيضا مليء بالأشياء الفنية ذات الرونق والجذب في لايف في أوبرا أثناء الغناء يعني أشكال مختلفة يعني هيكون فيه تنوع لأشكال الغناء نعم حسب التسلسل حسب الموجود يعني أنا أقولك ما بدي أحكي أكثر منك تفاصيل لأنه رح يكون إن شاء الله إشي كويس مش هستحرق المفاجآت يعني بتاعت هي هيك خليني أقول كمان أن الأردن بتعيش بحجة كده وفرحة من العرس بتاع ولي العهد وشفنا فيه تفاصيل وعادات وتقاليد جميلة يعني من حفلات من غناء من عادات بدوية كانت أشياء جميلة وبتالي يعني العالم كله كان بيشاهد العادات العربية الحلوة يعني اللي فيها بداوة وفيها أصالة يعني هو يعني خلنا أحكي لك شغل أولا لم نشعر بلحظة إنه اللي راح يتجوز هو لي لحد كل بيت حاس إنه هذا عريسه ابن الأردن هذا عريسه صحيح هذا عريسه وبالتالي الناس إذا تابعت نزلت على الشارع تحتفل بعفوية صحيح يعني أحد الاحتفالات بمدينة إربد بعتقد تحضره 200 أو 300 ألف الاحتفال الواحد تخيلي قداش فيه شغف هذا كان إشي كتير مهم المسألة الثانية هي العرس ملكي لكن بتقاليد أردنية كاملة إذا لاحظت الفرق التي قدمت الاستعراضات فيها فرق أردنية وقدمت المنتج الثقافي الفن الأردني بأروع صوره على الإطلاع صحيح إذا لاحظت مثلا الحنة دقات التبول في الزفة واستقبل هذا إحنا هذا إحنا هذا إحنا بالأردن أيضا إذا لاحظت الحنة وبساطة الأشياء التي كانت موجودة الرسائل التي قدمها جلالة الملكة جلالة الملكة جلالة سيدنا لما دعا مجموعة من الأردنيين عن الغداء احتفالا بهذه المناسبة بعدما يعني كرم سيدي حسين بالسيف تفضلوا على عشاكو سيدنا بعزمك جلالة الملكة أقول لك تفضلي لماذا تتواضع لما جلالة الملكة وكفة وحكت عن سمو الأمير حسين قالت هذا ابنكو هذا الحسين منكم ولكم طبعا يعني هاي البساطة هاي المفردات القريب من القلب كثير يعني شحنت الناس بطاقة إيجابية وبالتالي وعملت بهجة كهيرة وبالتالي يعني وكان كل شيء على يعني من الضمية بالمية وبالتالي الناس فعلا ومن هون احنا اخترنا وسيستمر للفرح حرصين على أنه ان شاء الله نتمكن أنه احنا صحيح بشهرية الماضيات احنا كنا فريحين بأرسل حسين ايضا سنستمر ان شاء الله في البحقة والفرح وحتى بعد ذلك نكمل آملين ان شاء الله أن يكون دائما أفراحية يعني مليئة للعالم كله ولبلادنا وإلنا وإلكو لمصر والأردن وكل الدنيا أكيد أستاذ أيمن مهرجان قرش كم عمره؟ سبعة وثلاثين سنة سبعة وثلاثين بس في ثلاث سنوات حاول حدا يستبدله باش يسموه مهرجان الأردن لكن الفكرة لم تنجح سبعة وثلاثين عام من الفن والثقافة والغناء ورجع لمسماء مهرجان جرش مهرجان جرش يعكس الهوية الثقافية الأردنية تماما ويترجمها بشكل تفصيلي وبالتالي استطيع من خلاله أن نقدم كل الموروث الثقافي الأردني الحرفي الأردني الصناعة الثقافية الأردنية أن نقدم فنانين جرش يستوعب كل الفنانين الأردنيين وأنا نتحدث عن المطرب فقط عن المطرب وعن الشاعر كل أسكال الفن وعن المسرح وعن كله من هنا تكمل أهمية مهرجان جرش وأنه مهرجان للثقافة والفنون ومنحكي بشمولية الأشياء ليس أنه يعني مطرب بيغني يوم وخلاص وبكرة خلص المهرجان اليوم بكرة مهرجان بغني يعني يوم تاني لا هو مهرجان شمولي بيقدم رسالة للطفل وبقدم رسالة للشيخ أنه عمره أكيد أنا بتمنى لك كل التوفيق يعني أكيد حضرتك رئيس المهرجان مجهود شق أنا عارفة الحمد لله شفنا وتابعنا وإن شاء الله نكون معاكم بإذن الله في هذا المهرجان نتشرف دائما وإن شاء الله تقدموا حاجة جميلة ونشكركم على دعوة مصر كضيفة شرف في هذا المهرجان وكل التوفيق لهذا المهرجان الشامل من الثقافة والفنون بكل أشكالها وأنواعها كل احترام إليك للقناة وأكيد رح تكون معنا ونوارتنا أنت مبسوط من استوديو استوديو عظيم أول مرة تدخل استوديو عشر أول مرة هنا بس لا بصراحة استوديو حلو ويعطيكم ألف عافية والله يدي من المحبة والله يدي من السلام والسلم إن شاء الله أكيد دائما أستاذ أيمن سماوي كل التوفيق في مهرجان جرش القادم شكرا شكرا يعني وصلنا دورنا إلى هنا انتهى لكن تظل كل الحاجات الحلوة اللي بتحصل سواء في مصر أو خارج مصر وخصوصا هذا المهرجان اللي هتكون فيه مصر ضيفة للشرف لكن كمان كل الأمنيات الحلوة للأردن والمهرجان اللي بيدعم الثقافة بشكل كبير جدا من غنى للشعر لفن لكل الفنين كل التوفيق دورنا النهاردة انتهى في التساعة أتمنى أن كل فقراتنا تكون حازة على إعجابكم لكن التساعة لا يتوقف أبدا غدا إن شاء الله تعود إليكم الزميلة العزيزة هدير أبو زيد في قاتة ساعة ليوم الجمعة أما أنا ألقاكم بإذن الله الخميس المقبل هتكون في العيد بإذن الله خليني أقول لكم كل السنة وحضراتكم طيبين وبألف ألف خير تصبحوا على ألف خير ترجمة نانسي قنقر